لأن العنف ضد المرء انتهاك خطير لحقوق الإنسان ويؤثر على المجتمع بأكمله لما يترتب عليه من آثار سلبية أطلقت لجنة المرء في نقابة المحاميين حملة وعيهم ابتحميها من محافظة رام الله والبيرة ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرء المعروفة بحملة الستة عشر يوما بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرء لجنة المرأة في نقابة المحاميين الفلسطينيين تعلن في هذا اليوم عن انطلاق حملة السادسة عشر يوما تحت عنوان وعيهم تحميها هذه الحملة شعارها وعيهم ابتحميها احنا وجدنا انه ظهرة العنف ضد المرأة أساسها وبذرتها والتنمر في المدارس ظهرة التنمر هي فكرة التنمر تقوم على استقواء دائما القضي على الضعيف ولنبدل الاستقواء احنا وجدنا بانه لازم نشتغل بطريقة تكاملية بالمدارس انه نواحي هذول الطلاب بطريقة تتناسب مع مقدرتهم العقلية تأتي هذه الحملة لتسليط الضوء على قضايا الأسيرات في سجون الاحتلال وتركز على العمل الجماعي الجاد لبناء استراتيجية وطنية موحدة مبنية على الحقوق للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة اليوم نقابة المحامين هي البادرة لجنة المرأة في نقابة المحامين هي بادرة عندها موضوع مفصلي أساسي له علاقة بمناهضة العنف بكل أشكال وضد النساء بإطار التوعية وبإطار الدفاع عن الحقوق وأنا أعتبر هذا التطور إيجابي يحسب لصالح النساء وإحنا وقعنا التفقية كوزارة مرأة مع نقابة المحامين واليوم كمان في إطار ترجمة هذه التفقية والتكامل معها يناول شيء كل الشكر والمحبة لنقابة المحامين واليوم المميز اللي كان بيجمع كل الأطراف والعمل الناجح إذا كان بيكون ناجح لازم يكونوا فيه كل الأطراف لأنه واحد لا واحده ما بيقدر ينجح سواء فرد أو مؤسسة ولكن إذا تضافرت كل الجهود أكيد بننجح تجمع النقابات كافة على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة من ضمنه التنمر عليهم إضافة لنذرة دونية تجاههن وعنف ضدهن من قبل البعض لجنة المرأة في نقابة المحامين مشكورة قامت بتنظيم هذا اللقاء الهام اللي بعتقد أنا أنه هو نشاط له مضمون كبير فيما يتعلق ليس فقط بنقابة المحامين وإنما بالنقابات المهمية جميعها وأيضا فيما يتعلق بفعاليات المجتمع ويحيي العالم في اليوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ويتزامن مع حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اشتركوا في القناة